دعاء المشلول الموسوم بدعاء الشاب المأخوذ بذنبه المروي في كتب الكفعامي وفي كتاب مهج الدعوات وهو دعاء علمه أمير المؤمنين عليه السلام شابا مأخوذا بذنبه مشلولا نتيجة ما عمله من الظلم والأثم في حق والده فدعا بهذا الدعاء والتجع فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامه وقد مسح يده عليه وقال احتفظ بسم الله الأعظم فإن عملك يكون بخير فانتبه معافى وهو هذا الدعاء اللهم إني أسألك باسمك باسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي لا إله إلا أنت يا هو يا من لا يعلم ما هو ولا كيف هو ولا أين هو ولا حيث هو إلا هو يا ذا الملك والملك يا ذا العزة والجبر يا حيث 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 يا يا متكبر يا قالق يا بارئ يا مصور يا مفيد يا مدبر يا شديد يا مبدء يا معيد يا مبيد يا ودود يا محمود يا معبود يا بعيد يا قريب يا مجيب يا رقيب يا حسير يا بديعون يا رفيعون يا منيع يا طريبون يا مجيبون يا حسير يا مجيبون يا مجيبون يا رفيعون يا منيع يا سميعون يا عليمون يا حليمون يا كريم يا قديم يا علي يا عظيم يا حنان يا منان يا ديان يا مستعان يا عظيم يا jáحن plain يا جليلOf town يا جليلون يا جليلون يا وكيلون يا كفير يا مقيل يا منيل يا نبيل يا دليل يا هادي يا بادي يا أول يا آخر يا ظاهر يا بطن يا قائم يا يا بعيد يا قائم يا دائم يا عالم يا حاكم يا دليل يا دليل يا هادي يا بادي يا أول يا آخر يا ظاهر يا بطن يا قائم يا دائم يا عالم يا حاكم يا قائم يا قائم يا عادل يا فاصل يا واصل يا طهر يا مطهر يا قادر يا مكتدر يا كبير يا متكبر يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد ولم يكن له صاحب تود ولا كان معه وزيرون ولا اتخذ معه مشيرا ولا احتاج إلى ظهيرين ولا كان معه من إله غيره لا إله إلا أنت فتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا يا علي يا شامخ يا باذخ يا فتاح يا نفاح يا مرتاح يا مفرج يا ناصر يا منتصر يا مدرك يا مدرك يا مدرك يا منتق يا بعث يا وارث يا طالب يا غالب يا من لا يغوته هارب يا تواب يا تواب يا أرواب يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيث ما دعي أجاب يا طهور يا شكور يا غفور يا عفو يا غفور يا نور النور يا مدبر الأمور يا لطيف يا خبير يا مجير يا منير يا بصير يا ظهير يا كبير يا كبير يا وطر يا فرد يا أباد يا سند يا صمد يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا محسن يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا متكرم يا متفرد يا محسن 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 يا يا من عصيا فغفرا يا من لا تحويه الفكر ولا يدركه بصر ولا يخفى عليه أثر يا رازق البشر يا مقدر كل قدرين يا عالي المكان يا شديد الأركان يا مبدل الزمان يا قابل القربان يا ذا المني والإحسان يا ذا العزة والسلطان يا رحيم يا رحمن يا من هو كل يوم في شأن يا من لا يشغله شأن عن شأن يا عظيم الشأن يا من هو بكل مكان يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا منجحات طلبات يا قاضي الحاجات يا منزل البركات يا راحم العبرات يا مقيل العثرات يا كاشف الكربات يا ولي الحسنات يا رافع الدرجات يا مؤتي السؤالات يا محيي الأنوات يا جامع الشتاوات يا جامع الشتاوات يا مطلعين على النيات يا مما يتحسن example يا حاجات يا راكم القربات يا راكم قد ذات يا راكم ما قد ذات يا راكم قد ذات يا من لا تشتبه عليه الأصوات يا راكم لا تجهوا عليه الأصوات يا من جامع يوم لا تضجره المسألات ولا تغشاه الظلمات يا نور الأرض والسماوات يا سابغ النعم يا دافع النقام يا ضارئ النسام يا جامع الأمام يا شافي السقام يا خالق النور والظلم يا ذا الجود والكرام يا من لا يطع عرشه قدر يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا جار المستجيرين يا أمان القائفين يا ظهر الغاجين يا ولي المؤمنين يا غياث المستغيثين يا غاية الطالبين يا صاحب كل غريبين يا معنس كل وحيدين يا ملجأ كل طريدين يا معوى كل شريد يا حافظ كل ضال يا حافظ كل ضال يا راحم الشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يا جابر العظم الكثير يا فكى كل أسير يا راحم الشيخ الكبير يا مغني البائس الفطير يا عصمة الخائف المستجير يا من له التدبير والتقدير يا من العسير عليه سهل يسير يا من لا يحتاج إلى تفسير يا من هو على كل شيء قدير يا من هو بكل شيء خبير يا من هو بكل شيء بصير يا راحم الشيخ الكبير يا مرسل الرياح يا فالق الإصباح يا باعث الأرواح يا ذا الجود والسماح يا مرسل الرياح يا من بيده كل مفتاح يا سامع كل صوتين يا سابق كل فوتين يا محيي كل نفس بعد الموت يا عدتي في شدتي يا حافظي في غربتي يا مؤنسي في وحدتي يا ولي في نعمتي يا كهبي حين تعيني المذاهب وتسلمني لقالب ويخذلني كل الصاحبين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا حرز من لا حرز له يا كهب من لا كهب له يا كنز من لا كنز له يا ركن من لا ركن له يا غياث من لا غياث له يا ركني الوثيق يا إلهي بالتحقيق يا رب البيت العتيق يا شفيق يا شفيق يا شفيق يا شفيق يا رفيق فكني من حلق المضيق واصرف عني كل هم وغم وضيق واكفني شر وما لا أطيق وأعني على ما أطيق يا راد يوسف على يعقوب يا رافع عيسى بن مريم ومنجيه من أيدي اليهود يا مجيب نداء يونس بالظلمات يا مصطفي موسى بالكلمات يا من غفر لآدم خطيئته ورفع إدريسا مكانا عليا برحمته يا من نجى نوحا من الغراق يا من أهلك عادا للأولى وثمود فما أبقى وقوم نوحين من قبل إنهم كانوهم أظلما واطغى والمؤتفكة أهوى يا من دمر على قوم لوطين ودمدم على قوم شعيبين يا من اتخذ إبراهيم خليلان يا من اتخذ موسى كليمان واتخذ محمدا صلى الله عليه وعالي وعليهم أجمعين حبيبين يا مؤتي لقمان الحكمة والواهب لسليمان ملكا لا ينبغي لأحدهم من بعده يا من نصر ذا القرنين على الملوك الجبابرة يا من أعطى الخضر الحياتة ورد ليوشع ابن نون الشمس بعد غروبها يا من ربط على قلب أم موسى وأحصن فرج مريم ابنة عمران يا من حصن يحيى ابن زكريا من الذاب وسكن عن موسى الغضاب يا من بشر زكريا بيحيى يا من بدى إسماعيل من الذبح بذبح عظيم يا من قبل قربان هابيل وجعل اللعنة على قابيل يا هازم الأحزاب لمحمد صلى الله عليه وآله صل على محمد وآل محمد وعلى جميع المرسلين وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين وأسألك بكل مسألة سألك بها أحد ممن رضي تعاله فحتمت له على الإجابة يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام به 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 أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في شيء من كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وبمعاقد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وبما لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبات وأبحرين ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم وأسألك بأسمائك الحسنى التي نعتها في كتابك فقلت ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقلت ادعوني أستجب لكم وقلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريبا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وقلت يا عبادي الذين يسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنا أسألك يا إلهي وأدعوك يا ربي وأرجوك يا سيدي وأطمع في إجابتي يا مولاي كما وعدتني وقد دعوتك كما أمرتني فافعل بي ما أنت أهله يا كريم والحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وعالي أجمعين ثم سل حاجتك فإنها تقضى إن شاء الله تعالى وفي الرواية المروية في مهج الدعوات لا تدعو بهذا الدعاء إلا متطهرا وصل الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر